روح للتغريدة الثانية من حساب الأستاذ سلطان الدوسري مسشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة والذي ذكر موعد تتشين ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أتواجد بالرياض زرت معرض الكتاب تنظيم رائع وتجمع ثقافي جميل اليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله يوقع الأمير خالد الفيصل ديوانه الجديد أبيات عربوا ليدك أرسلت شوفي أرسلت شوفي للمقابير وارتعت يا ليتني ما أرسلت شوفي ولا شفت عربوا ليدك عربوا ليدك قبل تغريبة الوقت لا يطرح الغطرة على طائح البشت القوم القوم مع الدولة برامج وتأهيل كبرت على الجمعة وهانت على السبت واستهدفه دينة وحرفة وفكرة من صفحة الأقلام إلى ساحة النت واسترضنوا لسانة بحرف الأغراب يستهجن العرضة ويستعذب البشت تلاحقوا تلاحقوا زر الثواني ثمينة لا تلحق الأولاد تغريبة البنت أقولها أقولها دين وعروبة وغيرة ومر الله النافذ ولو قلت ما قلت صح لسانك سمو الأمير وطبعا بحسب وكالة الأنباء السعودية واس يحوي الديوان ما يزيد على مئة قصيدة تجمع بين الحكمة والتغني بالوطن وتقديم تجربة الثمان عقود من التجارب المختلفة في قالب شعري متفرد ومتجدد تقديم تجربة الثمانية